دانا شباب الغضب ما اقدمت عليه قوات المنطقة العسكرية الاولى من اعتقالات ومطاردات بحق المحتجين والاطفال العزل واطلق رصاص الحي المباشر باسلحتهم الخفيفة والمتوسطة ضد المحتجين يوم امس واكد شباب الغضب في بيان على الاستمرار بالتصعيد السلمي حتى تنفيذ بنود الشق العسكري من اتفاق الرياض القاضي بخروج قوات العسكرية الاولى من وادي حضر موت واحلال قوات النخبة الحضرمية وقوات دفاع حضر موت ووجه شباب الغضب رسالة عاجلة الى قيادة التحالف العربي ممثلة بالسعودية وقيادة واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بسرعة اصدار قرار يقضي باخراج قوات المنطقة العسكرية الاولى